السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا لا يوم الثلاثاء 16 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة من فجر يوم الغد الأربعاء لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر الآن موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة ودقيقتين من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما أن القمر موجود في برج العقرب اليوم معناته خلال هذا اليوم ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يابن نحب يابن نكره يابن نتقرب يابن نبعد يابن نتواصل مع الغير يابن نقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن انهم ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم بإمكاننا بالفترة هاي الاهتمام بما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم مثل استعجار أو شراء أو بيع منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 4 و 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين من زيادة المسؤوليات أو من زيادة الضغط لأنه ممكن أن أتعرضهم لبعض الحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية راح تكون الساعة 3 و 3 دقائق عصرا تقريبا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة 6 و 30 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين وغريبين الأطوار وممكن نتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن هتعرضنا للفرق أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التقابل السلبية راح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية وخمس دقائق دقائق مساء بتوقيت جرانيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم نحاول أن نخلد للراحة وهذا التحول مضر جدا للصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن عمليات صغرى أو مراجعات طبية أو فحصات طبية أو أخذ علاجات فما في أي مشكلة وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي في هاي الأعضاء مراجعة الطبيب عندنا الأعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البرستاتا عظم العنى والجينات بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في العقرب بقلوا المسار يوم الغد رح يكون الساعة وحدة أو بيبدأ الساعة وحدة وعشر دقائق فجراً وبيستمر لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة فجراً أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمرو 11 يوم الساعة 12 و16 دقيقة ظهراً بصير منبلش باليوم لـ 12 نسبة الإضاءة 77% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 100% القمر في العقرب حتى يوم 17 سبعة منتحس الآن بنسبة 40% ساعة الصباح منتحس بنسبة 10% ساعة المساء منتحس بنسبة 40% أما في ساعة المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الأسد حتى يوم 25 سبعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 58 سعيد بنسبة 60% المريخ في الثاور حتى يوم 20 سبعة منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلوبيت راجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل وممكن اليوم تنشغل بمعاملة أو ملف برج الثاور بالنسبة لما وليد برج الثاور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم بدكوا تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم وما تعرض لقاءك للفشل بيحمل لك هذا اليوم نوع من أنواع التوتر بأنه طبعا القمر موجود مقابلك تماما فهذا يعتبر من أيام ضغط بها بدك تحاذر الخصام ما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا بأنه خصمك قوي وطباعك ما رح تكون هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جدوى الغذاء ومخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال راعي ظروفك الصحية أيضا ممكن أن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال بإنجاز بعض الأعمال أو عمل جديد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان تشتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وتعتبر هاي فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهمش إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب إلى أجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا بإدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ومساعدتهم أهمش إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وبتتذمر لأقل إشارة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتكون بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك فاوض بجراءة بتتمتع بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصف اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وبتتحسن المعنويات وبتقوثقها بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك واضف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً اليوم أنتم نشطون وحيويون وبينجذبلكوا أفراد من الجنس الآخر ما دروا لخطوة جديدة من شأنها إنها الدعم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر للقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هذه بالفعل فترة مميزة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يوم آخر غير مريح صحياً ونفسياً رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة وإبعدوا عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش إنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضود برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق هذه فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية بالرأي أو بالعمل اقتنس لإعلان الوقت المناسب لا إعلان رأيك ولا الحصول على موقع معين واتفاعل مع المسؤولين بمرونه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بانجحوا في إثبات جدارتهم هنال رضى المسؤولين حافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك أهم مش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيصلكم خبر صار من خارج البلاد أو من جهة أجنبية أو من شخص خائف مقيم خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن كمان تتلقى إشارة أو خبر صار فهذا اليوم يعتبر أيضا من أيام أو من أجمل أيام الشهر وبتكون فترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر